اهلا وسهلا فيكم اعزائنا طلاب الصف الثالث فيديو اليوم رح يكون عن اجابات اسئلة الوحدة الثانية التي كانت بعنوان البيئة وزي ما حكينا وحدتنا كانت تتحدث عن البيئة من خلال درسين الدرس الاول حكينا فيه عن الكائنات الحية في بيئاتها وتعرفنا عن نظام البيئي وشو انواعه وتعرفنا عن شبكة الغذائية والسلاسل الغذائية وحكينا بالدرس الثاني عن الاخطار الطبيعية زي الزلازل البراكين الجفاف والفيضان وحلينا الاسئلة اليوم رح نحكي عن اسئلة الوحدة طيب نملأ الفراغ يا ثالث ما هو او شو الاشي اللي بنعني فيه انه مسار انتقال الطاقة من كائن حي الى اخر في النظام البيئي يعني لما تنتقل الطاقة من الشمس للقمح معنى ذلك انه هاي عبارة عن سلسلة غذائية لانه طاقة عم تنتقل من الى لانه انا اكلت الشغلة هاي فانتقلت الطاقة من الدجاج من الاكل الى جسمي فبالتالي انتقلت الطاقة من هذا الاكل الى جسمي نفس الشي من الشمس للقمح من القمح للفار من الفار للأفعة وهكذا اذا اجابت السؤال الاول هي عبارة عن سلسلة غذائية الاخطار الطبيعية هي عبارة عن ظواهر تحدث لاسباب طبيعية الاسئة ما له دخل فيها اوكي خطر طبيعي الانسان ما عمل زلزال ما عمل بركان طيب يؤدي تلوث الانظم البيئية بالنفايات التي يلقيها الانسان الى الاضرار بالتربة كيف يؤثر ذلك في المنتجات وفي المستهلكات اكيد لما يكون المياه ملوثة او تكون التربة ملوثة هذا الشي رح يؤدي الى جودة تكون سيئة للمنتجات صح وبالتالي هذا الشي رح ينعكس على المستهلكات فبالتالي الجودة رح تكون اقل الغناء الغذائي العناصر الغذائية رح تكون اقل تمام فاذا هذا الشي سوف يؤثر على جودتها جودة اقل وبالتالي رح تصير بنيتها اضعف تمام وممكن حتى تؤدي الى امراض صح ممكن ان تؤدي الى امراض وتؤثر في المستهلكات حتى مش بس امراض ممكن تؤدي الى موتها اذا كانت مثلا المياه ملوثة ممكن تموت النباتات صحيح؟ اكيد فبالتالي علشان يقدم ان احنا من اكيد انه لازم نحافظ على نظافة بيئتنا نظافة المياه نظافة التراب نظافة الهواء اللي حوالينا عشان نعيش ببيئة صحية سليمة طيب خلينا نتفرج على هذا الشكل اللي شايفينه فيه اعداد الاشجار في نظام بيئي معين خلينا نتفرج على الاسنين اوكي هاي السنة الاولى وهاي السنة التانية التالتة والرابعة اوكي طيب اعداد الاشجار بالسنة الاولى كان تسعمية بس بلشي تناقص تمام؟ مين اللي رح يكون فيه خطر شديد لما يكون عندي اقل عدد من الاشجار؟ اكيد ليه؟ لانه زي ما حكينا هذا الشي بيعتمد تعتمد المستهلكات عليه كل ما قلت المنتجات رح يأثر على المستهلكات يؤدي قد الى انقراضها صح؟ نعم وقلة عددها طيب السؤال اللي بعديه موجود صفحة 48 ما اثر حدوث الجفاف في البيئة من حولي؟ نتواصل مع زملائنا وزميلاتنا بنتائج هذا الخطر اثر حدوث الجفاف في البيئة من حولي هذا الشي قد يؤدي الى موت او حجرة الكثير من الكائنات الحية يعني اللي بيضل رح يتعرض للموت واللي بيهاجر ممكن انه خلص يدور على النظام بيئة ثانية اللي يتحمل ويقدر يعيش من جديد نضع دائرة حول الاجابة الصحيحة لكل مما يعطي جميع المكونات غير الحية الآتية توجد في الغابة ما عدا شو مش موجودة بالغابة؟ حجارة موجودة وماء وهواء الرمال اكيد موجودة بالصحرة يسمى الكائن الحي الذي يتغذى على اجسام الكائنات الميتة حكينا عنها نحن في الدرس الاول اللي هي المحللات المحللات هي كائنات صغيرة دقيقة لا ترى بالعين المجردة تيجي بالسير تتغذى على الكائن الميت وهذه من حكمة الله اكيد عشان تقلل التلوث الممكن السير أي الآتية لا تعد من الأخطار الطبيعية؟ معروف الحروب هي من عمل الإنسان مش من الطبيعة الحروب من عمل الإنسان الزلازل فيضنات عواصف من عمل الطبيعة فإذا الحروب هو جواب الصحيح يسمى الدفاع السخور المنصهرة من باطن الأرض عبر فتحة إلى سطح الأرض أكيد تسمى به البركان البركان سخور منصهرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة سخور تكون قاسية جداً نتخيل إنها بتصير منصهرة من كتر ما هي درجة الحرارة كثير عالية طيب هون فيه إنا نشاط كثير حلو ممكن نعمله هي ثالث ونتسلى فيه ونسلمه للأستاذ وبهيك أعزائنا نراكم إن شاء الله في الوحدة الثالثة نتحدث فيها عن القوة والآلات البسيطة شكراً للاستماع وإلى اللقاء